ومن الفوائد أن الوصية عند الموت لها تأثيرها ولذلك هنا إذ حضر يعقوب الموت فأوصاهم وفي حديث العرباض بن سارية كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في السنن أنهم قالوا يا رسول الله كأنها موعظة ودع فأوصنا قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذارفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة ودعنا فدل هذا على أن الوصية عند حضور الموت لها أهميتها شريطة أن لا يعاين الموت فإن عاين الموت هنا ذهب إحساسه وشعوره فلا يقبل منه قول ولا تنفذ له عطية ولا وصية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر